نظرة تاريخية على التنوع الإثنولوجي والديني واللغوي لمدينة الصويرة وصفر إلى أزمنة من الانفتاح والتعايش هذا ما تعكسه تحف ومقتنيات متحف سيدي محمد بن عبد الله البسة وقطع نقدية وحلي وآلات موسيقية تصور حقبا متتالية حضر فيها المكون العربي والأمازيغي والبعد الإفريقي وأيضا التقافة الإسلامية واليهودية التي عرفت أوج حضورها زمن السلطان الذي يحمل المتحف اسمه الصويرة هي كسعبا كي أسها بالمعنى وبالمفهوم دي الملتقى التقافات وبقت هي كنموذج وحتى خلال القرن التاسع عشر وقوائل القرن العشرين وبقت هذه المسألة هي مش كتخضى مختلف الجماعات أكنت مسلمة أو يهودية أو غيرها يعود تاريخ بناية المتحف إلى القرن الثامن عشر فيما أروقته تحكي حضورا مميزا للعنصر العبري في المدينة التي فاق فيها اليهود أعداد المسلمين في القرن السابع عشر مشكلين قوة اقتصادية وسياسية هنا يقف الزوار بن بهار أمام حيلين صنعتها أنامل يهودية نقلت مهارات التصميم من الأندلس وزاوجتها بالثقافة الإسلامية والزخرف الأمازيغية أرى هنا تاريخا غنيا عنوانه التسامح بين مختلف الديانات وهو أمر في غاية الأهمية في عصرنا الحاضر يحتفظ الماضي بالتواجد العبري في الصوير بدليل الحي اليهود المعروف بالملاح الذي لا يزال قائما رغم دطار جزء منه تميز عصر السلطان محمد بن عبد الله أيضا بالإنفتاح على الخارج عبر تعيين صفراء كما كان أول حاكم في العالم وقع وثيقة الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة أدوار ديبلوماسية شكل فيها يهود المدينة دورا محوريا حملوا فيه وصف طائفة السلطان المقربة بمكانة اجتماعية تعكسها ألبسة المتحف العائلة يهودية التي وقع معها السلطان واحد الاتفاق انتعى التجارة التي اصبح تجارة دولية وتوسعت وانتشرت لا في القارة الأوروبية ولا في القارة الأسيوية بما فيها أن الصين كانت تستورد منها الشاي ويتتبع هنا في مدينة الصويرة ويستقبل المتحف وفودا ومعارض فنية لسفارات أجنبية جعلت منه نقطة التقاء بين حاضر المدينة وماضي تعكس تراءه أرويقة المتحف جلب السلطان سيدي محمد بن عبد الله عائلات يهودية مهجرة من الأندلس لتستوطن مدينة الصويرة وأطلق عليها وصف طائفة السلطان الشريفة وتجار الملك فازدهرت الصويرة وأنشأوا فيها أنداك أهم موانئ الأطلسي تاريخ من الانفتاح والتعايش يجد بعضا من صداف مقتناية المتحف الواقعي قرب حي الملاحي اليهودي فاطمة بوغنبور الحرة الصويرة ترجمة نانسي قنقر